في وقتٍ تقترب منه العلاقة في المنطقة من خطوط التهدئة التي يريد لها العراق أن تصبح واقعاً يرتكز على توازنٍ يحيي نبض الاقتصاد وفرص التنمية في زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مغداد دلالاتٌ ورسائل واضحة ومهمة على رأسها التركيز الإيراني في تحديات وأهمية العمل المشترك والحوار يقف العراق في مقدمة الجهود التي تصنع التهدئة بحثاً عن هيبة دولته وسيادتها وهو ما تؤكده طهران على لسان وزير خارجيتها وفي معادلة العراق الذي يريد تجاوز مرحلة الفوضى فإن من صالح يتحقيق السلام في المنطقة وأن يكون قايد مهمة الحلول بين إيران والخليج من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهةٍ أخرى حديثٌ يؤكده باستمرار رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاذمي في المحافل العربية والدولية مسلحةٌ وطنيةٌ هي إذن تفرض على الحكومة العراقية السيرة تجاه تهدئة الأوضاع بعد أن تحول التوتر إلى فرصةٍ أمام الأجندات سواءً منها الداخلية أو الخارجية لتوسيع الشرخ بين الجيران والمنطقة برمتها وعلى نقطةٍ متساوية في ذات الاتجاه تسعى بغداد أن ترأب الصدع بين طهران وواشنطن وهو المحور الأكثر وأهمية في الحديث عن عقوباتٍ مفروضة على إيران وجهة نظرٍ سياسية تؤيدها أوساطٍ عراقية وعربية تقول إلى أن العراق حائرٌ بين أكثر من محورٍ إقليمي وعالمي وهو ما يفسر بحثه عن التوازن وتوطيد العلاقات مع الجميع لدعم مسيرة البناء والإعمار ترجمة نانسي قنقر